وخاصة أن هذه الأماكن كان لديهم معلومات أن في تهديد لهذه المنطقة وبالتالي في الأمن موجود بكسافة في هذه المناطق وبالتالي حصل وصل الإرهاب لهذه المناطق يدل على أن هناك خطر ليس على مستوى الشرق الأوسط على مستوى الدول التي بيها مشاكل فقط وعلى مستوى العالم أجمع طال هذه الدول عشان كده لكان لابد أن تتحرك الدول الأجمع لأن قضية الإرهاب ما أصبحتش قضية تخص منطقة معينة أو دولة معينة أصبح بيهدد العالم كهود وبالتالي كان لابد أن تكون هناك إجراءات من هذه الدول بتخص دول الغرب ودول الشرق للقضاء على هذا الأمر تماما خلينا نروح لخبر تاني وتقرير عملاه المجلة عن المتابعة المحلية للتعاون الاقتصادي ما بين وزراء البترول في مصر والأردن والعراق من خلال عقد جلسة مباحثات موسعة لدعم مسيرة التعاون المشترك في الأنشطة كافة خاصة في إطار أهمية التفعيل للتعاون الاقليمي بين الدول الثلاث وحزمة من المشروعات بين مصر والعراق والأردن في البترول والغاز يعني أهمية إجراء المفاوضات وأهمية تصورات واتفاقيات تعاون ما بين الدول العربية المختلفة طبعا بالفعل تعاون مصر في هذا الإطار مهم جدا وخاصة مع الدول الشقيقة الحقيقة كان فيه اجتماع لوزير البترول المصري ووزير النفط العراقي ووزير البترول الأردن الحقيقة كان اجتماع مهم جدا ضم مجموعة من الوفود بالإضافة للوزراء البترول للدول الثلاث ضم مجموعة من الوفود القيادات الوزراء القاصة بالنفط الحقيقة نقشوا مجموعة من القضايا التي هي بتخص التعاون الاقتصادي في مجال البترول والغاز وكان فيه الحقيقة اتفاقيات تم توقعها في هذا الإطار لأنه فيه تعاون حقيقة موجود بالفعل ما قالوا لكن الجديد أنه هما بدأوا يعملوا خطوط جديدة تربط بين العراق والأردن ومصر الحقيقة للعراق طبعا دولة مصدرة سالس دولة مصدرة للبترول في العالم وبالتالي خروج البترول من العراق مرورا بالأردن ومرورا بالمصر الحقيقة ده كان في خط موجود دلوقتي في خط جديد الحقيقة عندنا في مصر حقيقة فيه حاجة كويسة جدا معامل تكريل البترول بشكل قوي جدا وبالتالي بيجي عندنا البترول خام ونبدأ نعيد تكريل البترول ونصدره مرة أخرى وهذا التعاون موجود وبشكل قوي جدا يكون قائم طبعا أكيد في الأيام اللي جاء خلينا نروح للصفحة الخامسة وبنكشف فيها عن تقرير أو تقرير بيكشف فيه المجلة عدته عن غموض مقتل الشاب الإيطالي ريجيني وده القضية تناولتها بعض الصحف المحلية والأجنبي حتى الصحف الدولية كمان وبتقول كمان أن الشاب الإيطالي نجحت أجهزة الأمن في فك اللغز وذلك من خلال قيام قطاع الأمن العام بتصفية أفراد العصابة اللي تخصصت فيه خطف وصرقة وقتل الأجانب ونجحت كمان أجهزة الأمن في التوصل لأفراد العصابة والوصول إلى الأدلة والمصروقات التي كانت بحوزة القتيل الإيطالي أثناء خطفه وقتله وكمان بتقول كمان أن بعد العصور أو بعد خمسين يوم من العصور على جهزة الإيطالي أجهزة الأمن المصرية بتفك اللغز احنا بنسمع كلام كتير الأيام دي عن قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني والتحقيات ما زالت مستمرة يعني بنسمع كلام واستباق للتحقيقات واتهام أجهزة الأمن المصرية وبنستبق التحقيقات بشكل كبير فحوى الموضوع وحضرك شايفه من أي زاوية وإيه اللي احنا ممكن نعمله ونتحرط دقة إزاي في منولتنا للأخبار يعني الحقيقة هو منذ مقتل شاب الإيطالي ريجيني الحقيقة منذ 25 يناير وإلى الآن الموضوع مصار ليس على مستوى المصر والشرق على مستوى العالم أكبر فيه زي ما حدثت تفضلت صحف عالمية تحدثت عن هذا الأمر كثيرا لكن واتهامات للداخلية لأنه في عندنا مجموعات وفي ناس قاعدوا فيه إعلام في الداخل والخارج قاعدوا يترقب لكل مشكلة ممكن تكون بين مصر ودولة تانية الحقيقة لتوتر العلاقات الموجودة بالمصر وده الحقيقة بيعمل ارتباك للجانب الأمن المصري الحقيقة لو الجانب الأمن المصري بيشتغل بشكل زي ما هو بيشتغل وبشكل فيه ثقة الحقيقة مش هتحصل أي مشكلة لما حصلت في الفترة الأخيرة التصريحات اللي قادلت بيها وزارة الداخلية بأنه عندنا معلومات بتؤكد أنه العصابة اللي قاتلت الشاب الموجودة وتم تصفيتها كان فيه تصريحات لأنه جانب الأمن المصري أراد أن يوضح للعالم أنه جانب الأمن المصري حريص على أنه تحيات تمشي ونكتشف الجاني الحقيقي في هذه الحادث اللي أعصار كثير من المشاكل لكن تصريحات وزارة الداخلية جات بشكل حقيقة كان فيه قبل تحيات النيابة وقبل ما يكون فيه معلومات دقيقة ومؤكدة نطلع بالموضوع بشكل كامل في بيان للداخلية أو المتحدث باسم الداخلية تكلم عنه ده أعصار الحقيقة الكثير من التساؤلات بأنه لكن التساؤلات مشروعة أستاذ صلاح